مرحبا بكم أعزاء المتابعين متابعي قناة الأستاذ طيب لتعليم اللغة الألمانية طبعا حبيت ندير هذا الفيديو باش يعني بعض التعليقات بعض التلاميذ اللي طلبوا مني أن يندلهم يعني ما هي حلول وخطوات لحماية البيئة وكما تعرفوا باللي موضوع البيئة هو أحد أهم المواضيع البكالورية كل سنة إذن هنا عدنا العنوان Die Umweltverschmutzung التلوث البيئي Unser planet ist in gefahr يعني كوكبونا في خطر denn die Luftverschmutzung zerstört die Ozone schicht إذن لأن الهواء أو تلوث الهواء يضمر الطبقة الأوزون إذن هنا في هذه الفقرة رحين تكلموا على أن الصائح أو الإرشادات أو الخطوات لحماية البيئة وهذه الجمل والأفكار نسحقوها يعني لكتابة الفقرة كما تعرفوا باللي لما يكون عندنا موضوع يعني تلوث البيئة يعني من المستحسن أننا يعني في الخاتمة نحط بعض الأفكار دي مكافحات ومحاربة التلوث إذن نواصل هذا هو خطر لكل الكائنات الحية هذا هو خطر لكل الكائنات الحياة يعني لكل الكائنات الحياة أو الخطر لكل الكائنات الحياة طبعاً طبعاً علينا برمي كل النفايات خارج المدينة لكل الكائنات الحياة علينا برمي كل الكائنات الحياة وكذلك يجب على أصحاب الشركات يعني من إنقص الغازات السامة المنباعتة من الشركات والمصانع يحتاج إلى المدينة المتحدة تحتاج إلى المدينة المتحدة أيضاً طبعاً الاستعمال وسائل النقل حديثة يعتبر أيضاً وسيلة من الوسائل يستمرون وليسون نحن مزلون إذن هذه وسائل خاصة وسائل يعني وسائل النقل يعني خاصة بالسيارات الكهربائية على سبيل المثال هي حال من الحلول لأنها لا تلويت الهواء وكذلك هي نظيفة طبعاً وسائل الإعلام وكذلك المدارس هي تلعب الدور مهم في يعني إطلاق حملة تحسيسية يعني لحماية أو التلوث أو حماية عفون البيئة من التلوث حتى يعني يعني تعامل الناس مع الطبيعة بشكل جيد أنا أعتقد أن أفضل 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 من أهم الحلول وهي المصادر الطاقة طبعاً طبعاً الطاقة طبعاً أنا ما يشتبلكم يعني في الشاشة طبعاً الطاقة الشمسية طبعاً 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 يعني لديها مردود جيد وكذلك هي نظيفة إذن طبعاً 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 طاقة لديها مردود يعني جيد وكذلك مصادقة للبيئة إذن كانت هذي أحد أهم الحلول لحماية البيئة اللي نقدم تستعملها في الفقراتنا وكذلك لتدعيم طبعاً أجوبتنا إذن ماتنسوش لأن موضوع يعني هو أحد أهم المواضيع كل سنة واحتمال كبير يكون هو موضوعنا لهذا البكالوريا سنة 2022 أتمنى أن هذا الفيديو أفادكم ونلتقيكم في فيديو قادم إن شاء الله سلام